اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشكر ادارة المسجد على اتاحة الفرصة والسماح بالالقاء الكريمة امام هذه الوجوه التي نرى فيها خيرا وهي كذلك باذن الله تعالى كيف لا وقد اقبلت على شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام والدين وهي الصلاة والافتراض ان المصلي اذا صلى انه لا يخفج منها الا وقد قذف في قلبه النور والايمان واني اقف امام هذه الوجوه ونحن وإياها نستضل بمضلة واحدة وهي مضلة الرحمة وهي الاسلام وانا وفق الانسان كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى لهذا الدين العظيم الذي ختم الله تعالى به سائر الاديان وبنبي خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وتم التسليم كان الواجب ان يشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقه وهداه لهذا الدين المبارك العظيم الذي يأخذ بنا وبأيدينا الى الجنة ورضوان الله تعالى واذا ما رأيت نفسك بانك وفقت لهذا الدين كان الواجب ان تشكر الله سبحانه وتعالى وتحمد على هذه النعمة العظيمة التي لا تساويها نعمة في الحياة كلها لانك ترى بان غير المسلمين يعيشون في ظلمة وان كانوا معنا في هذه الدنيا الا ان الله غير راض عنهم وانما الرضا لمن دخل في هذا الدين المبارك ولذلك يقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاذا ما استحضرت النعم في نفسك وما اكثرها وفي الطبيعة التي تشاهدها لكن اذا قارنتها بنعمة الاسلام ليست بشيء لان الحياة او حياة الانسان بلا اسلام حياة تعيثة حياة منكوسة حياة لا تستقيم حياة مغشوشة حياة فيها ظلمة حياة قوامها على الظلام وليس على الاستيقام كيف لا وقد خالفوا امر الله تعالى الذي امر به وهو اعلم بحال خلقه على اي شيء يستقيمون وبأي امر يكونون ولذلك كان الواجب ان نشكر الله تعالى على هذه النعمة دائما وابدا في كل يوم نشكر الله على هذه النعمة نعمة الاسلام وندعو غيرنا الى هذه النعمة لا تبخل غيرك على هذه النعمة طالما انت قد حزدها وقد فزت بها ذلك هو الفوز المبين يوم ان تنتقل الى رحمة رب العالمين وانت على هذا المبدأ العظيم خير عظيم كيف لا وانت تمشي في طريق رب العالمين وعلى هدي سيد المرسلين ألسنا نحب ان نرى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي وكيف يتعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يعمل وكيف يدعو وكيف حاله مع اصحابه ومع اهله ومع خلانه كلنا يحب ذلك بل وقلبه يشغل نفسه يشغل صاحبه بذلك لكن ان كنت على هذا المبدأ العظيم حقا سترى النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الله رب العالمين باذن الله تعالى ان متن متن على الاسلام سنلقى الحبيب عليه الصلاة والسلام وذاك فخر عظيم يأتي الانسان وهو على مبدأ وعلى دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فتأتي جفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام ولأهل هذا الدين المبارك وأنت منهم لما ترى أن ملكا أو رأيسا أو وزيرا يخصك بخاصية أو يجعلك من أهله أو من من حاشيته تحس بالراعة وبشعور يختلف شعور جيد في النفس فارتاح النفس لذلك كيف وأنت يوم القيامة من حزب الله ويقول الله تعالى لأن حزب الله هم لحظ وأنت منهم ثم الشفاءة التي لا تكون إلا لأهل الدين والاستقامة أهل الإسلام يرفع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأنت من هؤلاء شعور عظيم وأنت تمشي على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض وأنت تنتحل دين الإسلام الذي أحبه الله تعالى لعباده وأرسل خاتم الأنبياء والمرسلين ليدعو إلى هذا الدين هذا فخر شرف لما تكون من هؤلاء من أتباع سيد المرسلين تدعو بدعوته وتستقيم على أمره وتنتدم لما ندب إليه الشارع الذي أتى على لسان الحبيب عليه الصلاة والسلام إنها مفخرة عظيمة يجب أن يفتقر بها الإنسان وأن يفرح بها الإنسان دائما وأبدا لا تقل بأن الأمم الكافرة والأمم التي لا تدين بدين الإسلام عندهم وعندهم وعندهم هذا ليس ميزانا الدنيا الدنيا تنتهي لها نهاية كما أن لها بداية لكن لما ننتقل إلى تلك الدار دار الجزاء والحساب هناك الميزان الذي يوضع للخلق كلهم فتوزن الأعمال وأنت معك ما شاء الله معك الإسلام أولا ومعك ما أمر به الإسلام فالذي نراه أنه الأفضل وعنده ما عنده في هذه الدنيا لكنه لم يكن على دين الإسلام هناك يكون خاسر ليس له شيء خاسر خاسر ولذلك يقول والظالمون والكافرون هم الظالمون فليس لهم شيء ونحن معنا الإسلام ولذلك يغتا بالرجل يوم القيامة ومعه بطاقة فيها لا إله إلا الله ومعه كذا كذا من السيئات يرى أنه هالك فتوزن هذه البطاقة فتطيش بكل هذه بسجلات الذنوب والمعاصي إنه الإسلام وفضائل الإسلام كثيرة جدا فكان الواجب أن نثبت على هذا الإسلام وأن نستقيم عليه ولذلك يقول الله تعالى لنبيه وهو نبيه فاستقم كما أمرت ونحن كذلك نستقم على هذا الإسلام قد يصيبنا أنبياء من قتل لأجل هذا المبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقرأون وتسمعون عن سيرة سيد الآنا محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والسلام كم أُوذي لأجل لأجلك أنت لا لأجل نفسه هو مختار هو مختار من الله لكن تحمل الأذى والمشقة لأجلك أنت لتكون من أهل الجنة فكان الواجب الثبات والدعوة إلى هذا الدين إذا كنت من أهله فادعو الغير إليه لتنال أجر المدعو التي تدعوه للإسلام وهكذا نكفر المسلمين فإن كنت محبا لأهل بلدك ولأهلك ولأقاربك ولكذلك لمن حولك فادعوهم إلى الإسلام وادعوهم إلى أن يستقيموا على هذا الدين العظيم فكلنا سنخرج من هذه الدنيا سنرحل سنرحل ولكن سيبقى الأثر حالا أو حالا أو آجلا فالله الله أيها المسلمون بالثبات والاستقامة على هذا الدين والدعوة إلى هذا المبدأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم справقل وهمني من الصلاة والسلام على رسول الله الرحمن الرحمن الرحيم ومن العظيم الحقيق اشتركوا في القناة 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 كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أبناء علات ديننا واحد الأنبياء دينهم واحد هذا نوح والذي بعده إدريس والذي بعده إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يدعون إلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله من أجلها افترق الناس مؤمن وكافر ونصبت الموازين يوم القيامة وكان هناك سوق وهي الجنة فالتوحيد أيها المسلمون عباد الله والذي هو أصر الإسلام كما يقول أهل العلم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقيات له بالطاعات والخلوص من الشرك ومن أهله والبرأة من أهله نأتي إلى نوح عمر ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى لا إله إلا الله هذا العمر كامل إلا ألف إلا خمسين عام يدعو إلى لا إله إلا الله لم يستجب له إلا القليل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاة إلا فرارا كل ذلك من أجل التوحيد هذا موسى يطارد من فرعون ومن جيشه من أجل لا إله إلا الله من أجل التوحيد وإيسا كاد أن يبتل رفع إلى السماء من أجل التوحيد وهكذا إبراهيم قبلهم وكل الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام كم فوذي وكم قيل له بأنك كذا كذا من أوصاف لا تليق به بأنك كاذب بأنك ساحر بأنك كاهر وهو ليس كذلك لأنه دعا إلى هذه الكلمة التي هي مفصل الإسلام لا يتأتل الإنسان إسلامه إلا بهذه الكلمة ومن هنا قد يقول قائل نحن نقول لا إله إلا الله وندعو إلى لا إله إلا الله لكن يجب أن نقول لا إله إلا الله بحق لا بلفظ فقط لأننا إذا أتينا إلى معنى لا إله إلا الله فهي لا معبودة بحق إلا الله إذا أتينا إلى العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والأفعال ظاهرة وباطنة فأصلها التوحيد قد نرى من المسلمين أو قد نسمع من المسلمين نقول لا يقول نحن نقول لا إله إلا الله ونحن مسلمون لكنك ترى من بعض المسلمين يناقض لا إله إلا الله هون المشكلة هون المصيبة حينما ترى ترى مسلمة لكنه يفسم لا إله إلا الله ينقض لا إله إلا الله هون المشكلة هون يكون قد خالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قد نقض لا إله إلا الله سيما إذا رأيت منه يستغيث بغير الله يأتي إلى ولي من الأولياء ويستغيث به من دون الله تراه يدعو غير الله الذي هو العبادة والله يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب ادعوني أستجب لكم تراه يتوكل على غير الله توكله ليس مطلقا على الله تجد من يطوف على القو بالقبور وإذا ما أتيت إلى هذه الأعمال والأفعال وأتيت إلى صدر الإسلام ودولة الإسلام والتي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام لا ترى هذه الأعمال فالطواف لا يكون إلا بالكعبة والدعاء لا يكون إلا إلا من الله والتوكل لا يكون إلا على الله والاستعانة لا تكون إلا بالله والرجاء لا يكون إلا منه وهكذا سائر العبادات والطاعات فإذا ما أقسمت تقسم بالله والله لا تقسم بالأبي ولا بالأم ولا بفلان ولا بفلان هنا إن نبت الشرك هنا يكون قد حققت لا إله إلا الله هنا تنفع لا إله إلا الله لكن أن تقول لا إله إلا الله وتنقض وتنقض لا إله إلا الله بهذه الأعمال التي هي من الشرك ترى لما لم يقبل أبو جهل وأبو لهب وسائر من كفر بدعوة النبي عليك الصلاة والسلام دعوة النبي عليك الصلاة والسلام لما لأن لهم آلهة كثيرة يدعونها يستغيثون بها ويستجربون منها المنافع ودفع المضار من هنا رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا إله إلا الله تقول لا لا إله إلا الله تعني أن لا تعبد إلا الله تصرف كل عبادة محضة أو فيها شوب شوب من أمري من أمور الدنيوية لا تكون لا تكون إلا لله من هنا نستعظم ونعظم لا إله إلا الله ونعمل بمقتضاها وننتبه لمعناها ومدلولها فندعو إلى لا إله إلا الله ونخلع كل ما يناقض لا إله إلا الله فإذا ما رأينا داعا يدعو الأموات والأولياء والصالحين نقول لا هنا خلفت لا إله إلا الله وإذا أقسم بغير الله نقول له خلفت لا إله إلا الله فالتعظيم كله لله وهكذا سائر العبادات تكون خالصة لله لا تصرف إلا لمعبود بحق الذي هو الله سبحانه وتعالى فمن هنا وجب على الإنسان أن يهتم لشأن التوحيد وأمر التوحيد ويعرف حق لا إله إلا الله التي هي على العباد حتى نفوز بالجنة ونكون من أتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بحق وإلا كم والدعي يدعي بأنه يتبع محمد بن عبد الله لكنه يخالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فدعوة الإسلام والإسلام يدعو إلى التوحيد الخالص ويرفض كل ما لا يد كل كل عبادة تصرف لغيره أي لغير الله سبحانه وتعالى فيجب أن نحقق هذه الكلمة ونعمل بمقتضاها لغيره أبدأ لن يعجب بأن الله سبحانه وتعالى من مرشا تقول بأن ينمّ يهر أكبر الإسلام إني فأحصير الله سبحانه وتعالى فإنك أكبر ما يبدأ الرجل يبدأ الأن يقع يعجب هو الإسلام إبداع كارثة 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 يعني أنه يسلم على الله سبحانه وتعالى طبيعة المدومات لدينا نقطع التى هذا التى هذا الأمر وأن الخطط لا يملك بالمضال شيو reparوسا مع النهائي وأن هذا Manيس يع harvesting هذا الـ Nahيس الكرすごية إلى التي تريدون وهو tablo ووو لكن إذا كانت القرما لنهيت السفق لشعر اشتركوا في القناة 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 ون Luther اشتركوا في القناة ونعتبد على الخيط او على القبر او على الانسان هذا ينافي حقيقة التوحيد أالصحابة لو كان من أمر الخيوط لها شأن ولها قدر في الإسلام لفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير لم يفعل أحد منهم ذلك مطلقا لأنهم علموا أن حقيقة التوكل والاعتماد لا يكون إلا على الذي يقدر ويبطي ويمنع ويرزق ويحيي ويميت أترون في القرآن أو في السنة ما يدعو إلى هذه الأمور؟ لا كلا لأنها تنافي مدلول لا إله إلا الله وما دع إليه النبي وعليه الصلاة والسلام فكيف نفعله؟ ونحن ننتسب إلى الإسلام وندعو بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عباد الله فإذا ما رأيت من إنسان شيخ كبير أو امرأة تجهل غاد الحكم فنبهها ونور لها الإسلام ووضح لها التوحيد ففي بعض المجتمعات يجهلون حقيقة التوحيد لربما وقعوا في هذه الأمور وهم لا يتهم لكن وجب عليك أيها المسلم إذا عرفت حقيقة التوحيد أن تدعو إليه وأن تشرح مدلول لا إله إلا الله للناس الذين لا يفهمون معناها وهم يحبون الإسلام ومقتنعون بالإسلام ويعشقون الجنة ويحبون الله سبحانه وتعالى والإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم جهلوا هذه الأمور فواجب عليك أيها المسلم أن تؤدي الأمانة قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك هذا سبيل الله ندعو إليه فمن صرف عبادة وأشرك غير الله مع الله فيها نقول له ليس الإسلام كذلك أنت خالفت الإسلام الإسلام كله لله ولا يكون غيره ولا يكون لغيره معه فنرفع بهذا الأمر وبشأن الإسلام وبحقيقة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترقته مع المحجة البيضاء ليلها كنهار الإسلام صاف تقرأ القرآن فلا تجد أن عبادة من الإبادات تصرف لغير الله أو تشرك بالله مع الله تشرك غير الله فكان الواجب أن نوضح ونبرز حقيقة الإسلام والتوحيد للناس فإنك على مبدأ على خير ما دمت على هذا الدين الذي هو الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام كل أمور كل أمورنا لله والطاعات والعبادات له وحدة فلا النبي يذبت ولا الصالح تصرف له العبادة بل ولا الملائكة المقربون وإنما كلها لله فكل مخلوق معبود لله راج ما عند الله متوكلا عليه ومستعين ومستعينا به لا على غيره مهما أوتي من القوة ومن العلم ومن المال إلى غير ذلك ترون فرعون الذي تجبر وطغا وقال بأني بأنه الإله الأعلى وهو في قرارة نفسه بأن الذي يعبد أمن ما هو الله بمجرد أن يغرق في البحر يعترف بالحقيقة آمنت بالذي آمنت فيه بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل واستعبد بني إسرائيل ودعاهم إلى نفسه ولا يمكن أن تصرف عبادة لغير الله لأن مهما وصل الإنسان فإنه ضعيف ضعفه يظهر بالموت ينتهي وينهر بل وينفن ولا يبقى له أثرا فكيف نصرف العبادة لغير الله لهذا الإنسان ولهذه الخيوط التي نتوكل عليه الإستعين بها ونجعلها بأنها القادرة والجالبة للنفع والدافع للضرر لا يمكن أبدا إذا ما أردت الصحة اطلبها من الله إذا ما أردت دفع الفقر والأمراض والآفات فادعو الله واستعين بالله لا بغير الله والآفات 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 ادخال الس́وتي وقال اتفاكم والي أدخل الله وكما أملك أبدا ترجمة نانسي قنقر 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 حي على الفلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في حقيق فأمر الله تعالى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر والدافع للضرر الأمراض والأسقام والآفات وما تخافه وتخشى فافزع إلى الصلاة ألم يقر الله واستعينوا بالصبر والصلاة أي اجعلوا بينكم وبين ما تخشونهم صلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإذا ما طلبت الدنيا وأردت النعيم والمال فعليك بالصلاة ألم يقر الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقيبة للتقوى صلاة يأتي تأتي الأرزاق ويأتي الخير ويأتي النعيم وتأتي الراحة ويأتي الإنشراح ويأتي الخير في الدنيا قبل الآخرة بإيه؟ بالصلاة فنأمر بها أنفسنا ونأمر بها أهلينا ومن هو تحت أيدينا من الزوجات والأولاد والإخوة والأخوات وننصح بها عموم المسلمين ولذلك فإن الله لما أراد أن يمتدح المؤمنين بأن نالوا الفوز وحقق لهم الفوز أول صفة لهؤلاء أنهم في الصلاة خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حقيقة الفوز إنما هي بالصلاة بعد التوحيد ولذلك فإن الله تعالى ذكر من صفات أهل التقوى والمتقين بأنهم الذين يقيمون الصلاة أرف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الذين يقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ترى إذا كانت الصلاة لها هذا القدر العظيم لماذا تخاونوا بها لماذا تكاسلوا عن الصلاة بل ولل ويذكرون عن السلف أنه أن أحدهم إذا سمع النداء للصلاة وقد رفع مطرقته نجارا يعمل أو مزحاته فإنه لا يعيدها يترك ويذهب إلى حيث ينادى للصلاة هي المساجد ترى أولئك كانوا على حال طيب وعلى قدر عظيم وفي نعيم في الدنيا والآخرة لأنهم أرفوا حقيقة الإسلام وأتوا بما أراد الله تعالى من التوحيد والصلاة وسائر الشرائع أيجدر بالإنسان أن يترك الصلاة مسلم يترك الصلاة لا يا عباد الله لنهتم بأمر الصلاة فإن لها شأن عظيم فإن لها شأن عظيم في حالك في أحوالك على نفسك وحالك وعلى دنياك كل خير في استوحيد والصلاة فاجعل لهما جناحين تطير بهما كالخوف والرجاء في هذه الدنيا لتكون مع الذين أنعم الله تعالى عليهم يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحققين للتوحيد ومن المقيمين للصلاة ومن العاملين ومن العاملين بالإسلام وكذلك بسائر الشرائع وبأن يثبتني وإياكم على هذا الدين القويم والمنهج المستقيم إنه القاتر على ذلك والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعوى ومن المقيم نعوى والسلام سعداء الله تعالى يدعان أخيرا الإسلام ويحسب أتبعه الإسلام ومع شريع سؤتي ويجعل أدرس المساعدة والمساعدة هناك أخيرا إنه مهم أخير إلى الضمي وصحة الأخير على سؤال الضمي يقول بعد يقول انتو مهنكشة توهيدن المعيوات نكلم للا إله إلا الله مكتبتك من المعيوات إلا قوية سهم نيجينة عبادة يا صلاة لازم مكوز نقوى نكتماه يا هالي يجو بعد يقول لكم عبادة يا صلاة نعبادة وينا شرف هو وينا نفس يجو منو كي مايش يوم الإسلام بعد يقول لكم عبادة يا صلاة نعبادة يا صلاة نحن 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 ن إيبانا مايو نمتفوتشا موسلام ديولي السوفوه موسلام فمجب الحديث يمترم صلى الله عليه وسلم العهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تلقى هاتم مغالي كاربا يعني تفوتشا مبيني السيسوه السلام نوالي بسيوه سيناء السلام لسلاة مجبينة سوالة كوميوشة السلام لكنه كوموتفتالي أبنو تشعر وينجي كتك وينجي مولا ينسيبشا نهو السلام ونفوتا منتو أنهدك سوالي لكباليكات أسوالي بالي السلاة سوالي منا نزيوات أو مungine anazembea حجره مهم عبادة السلاة وفika wakati السلاة هانا همان السلاة نايني خسار ناكسا كزمومزة موقفنية يعني ile akili يوكوا سلام na fikra na mawazo يوكوا سلام يعني يبني ambieni ناكسي كانجي نجو كجيتا نموسلام ونفوتا نموسلام ونفوتا نموسلام ونفوتا نموسلام ونفوتا نموسلام موقفنة نموسلام لکسطة نموسلام ونفوتا اشتركوا في القناة 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 نظر الله كما هيو. بلو تيغالية مطلوبة صلى الله عليه وسلم. عليكوا نسوالي. ننبه كنسيق مزيما. فكنا نتكي وكاتي. نقيا بيابي بيبا. كما سبغياني. نجو مهم وصلاة. بلو كذالي كفتلية. يعني ستورية. نسلاتي ولو تنقلية. كما وواليبوكوا نجو مهم وصلاة. نتو نقوى كنسيزافي. اكسكي عدانا نجو شرية كفالي فالي. كما نتنفوني سلمانة والحمدل الظهرم الأحمد العالمين.